دلوقتي بقى احنا وصلنا الperiod end وعايزين نعمل physical count يعني ايه physical count يعني جرد يعني نعمل لجنة ونبعثها تجرد المغزن يعني ايه دكتور تجرد المغزن يعني ندخل ناس يعيدوا يعيدوا بقى اللي موجود بجد بقى ملناش دعو باللي في الدفتر ده طب يا ترى الكلام ده بنعمله فين هتقول لي اه طبعا طالما بنعد بجد واخر الperiod يبقى الperiodic system يعني البربيتش والما بنعملش فيه العملية دي لا يا اخويا بنعم ده معزين ايه ده طب ليه علشان نتشك ونتأكد ان اللي موجود في الدفاتر عندنا بي faithful representation بيعرض بعدالة اللي موجود في على ارض الواقع اللقا faithful representation عدت علينا في الconceptual framework ما ليه علشان نتأكد ان اللي موجود في الواقع مطابق للي موجود عندنا في الدفتر يبقى اللجنة اللي بتعد دي بتعد لي المخازن بتاعتك كل فترة بالمناسبة مش شرطي باخر السنة ممكن يبقى كل شهر كل 3 شهور حسب بقى اهمية الانفنتوري بالنسبة لك وحسب جدوى عملية الجرد بالنسبة لك وبنعملها under periodic and perpetual system مش معنى علشان في الperpetual انا بتشك على accuracy of inventory وبdetermine amount of inventory lost اشوف لو فيه بضاعة بازت ولا تلفت مع الركنة خلاص ما بقتش نفعة اما الperiodic انا بعد علشان اصلا اريكورد الكوجز والending inventory اجيبهم بقى the ending زي ما شفنا في closing entry بقول له فاضل ادي ايه وبعت ادي ايه مكلفني كام علشان اعرف اعمل ال entry اللي احنا عملنا من شوية يعني مثلا عشان اقنعك بحطة الperpetual assume that at the end of the reporting period the perpetual inventory account reported an inventory balance of 4000 عندنا المحاسب كتب في دفتره ان الانفنتوري عمل 4000 في الperpetual however a physical count indicate inventory of 3800 is actually on hand ابا الانفنتوري اللي انت مسجله اخويا ب 4000 لما رحنا عدينا بجد لقينا اللي تحت ادينا بجد 3800 what is the entry to record the necessary write down حضراتكو هنا حد خد باله ايه ال write down ده اللي هو انا انا ما ينفعش اسيب دفتري كده ما ينفعش اقول ان الانفنتوري في الدفتر ب 4000 وهو على ارض الواقع ب 3800 كده faithful representation رحت في دهية طب وما لا اعمل ايه يا دكتور ولا حاجة زي ما انت شفت كده اعمل write down الانفنتوري قلله عشان يعرض الواقع قلله بكام بقى هو متسجل عندك في الدفتر بكام ب 4000 وهو في الحقيقة بكام بتلاتة تعمل مية يبقى محتاج يقل بقى ديه بمتين طب والمتين اللي قال بيهم دول اقول عليهم ايه قل نقول عليهم shorter over in inventory بتفكرني بالبيتيكاش دي اه ما البيتيكاش لما كنت بتقعد مع ام جابر واتحاسبه وكنت تشوف معاه زيادة كام ولم عجز بكام اهو نفس الفكرة يبقى حضرتك الانتري هنا shorter over in inventory بمتين والانفنتوري credit بمتين ده ايه بالحتة اللي بيعجز او بيزيد بيها لان وارد لما تعمل physical count تلاقي برضو الانفنتوري في حتة زيادة تبقى سجلها وساعتها لو زيادة يعني مثلا لما روحت عديت لقيت الانفنتوري ب4100 كنت هعمل الانتري ده زي ما هو ولا هقلبه لا طبعا هقلبه كان هيبقى انفنتوري دابت والشرطة الانفنتوري هي صح الكلام ان شاء الله صح الكلام قال لي طب ما الدنيا حلوة لا مش حلوة ولا حاجة اقول لك بقى الحتة الاهم اللي جاية اللي هي ايه السؤال بقى الجميل اللي هطلعه دلوقتي بقول لك هالرقم الانفنتوري اللي لجنة الجرتي بتعده هو ده اللي بيظهر في المفروض اه هتقول لي اه طبيعي يعني انا رحت عديت لقيت بضاعة ب3800 خلاص البضاعة دي هي اللي هتظهر في الانفنتوري قال لي لا يا حدق قلت له ليه قال لي قدر البضاعة ب3800 دي حضرتك بعد ما عديت اكتشفت ان فيهم بضاعة ب800 انت قريدي بايحها بس الزبون ما جاش استلمها يبقى البضاعة دي تظهر في الانفنتوري بتاعك لحاجات انت تمتلكها تمتلكها بقى امرت ايه انت بايحها حبيبي هو بس الفكرة ان الزبون اتأخر في الاستلام شوي يبقى كده لازم اعدله إن انا اعدله علشان يوصل للي انا بامتلكه بس طب اعدله ازاي شيل التمنمية سيدي سهلة يعني الحتة مش بتاعتك لان انت عدتها ولجنة الجرد جايبه لك محضر الجرد وتقول لك عندنا بضاعة ب3800 لما عدت تفتح ده فترك اه ده فيهم بضاعة ب800 دي متباع بس الزبون لسه مجاش ياخدها يبقى بعد اذنك نشيلها ليه لانها كاونتد بط نات اوند افهم من كده ان الانفنتولي اللي لازم يظهر في الدفاتر بتاعتك او في البلانشيت يعبر عن الانفنتولي الكاونتد ولا الاوند اللي عديته ولا اللي بتمتلكه قالي لا اللي بمتلكه اللي يخصني لان الانفنتولي ازان است هو ريسورس اوند باي دا بيزنس ده تعريف الاست اصلا ريسورس اوند باي دا بيزنس ان دي جيف دا بيزنس فيوتشار بينيفت لو انت مذاكر هتلاقي ان دا تعريف الاست اساسا يبقى حضرتك المشكلة بتاعتنا هنا اننا لما بنعد المغزن بنلاقي الكاونتد انفنتولي دا اللي بيظهر في تاريخ الجرد لكن اللي المفروض يظهر في الفاينانشال استيتمنت هو الاند انفنتولي طب وعلشان اللي يكون صايل الكلام دا محتاجين نعمل ايه حضرتك اللي بيعمل المشكلة ان بيبقى فيه فروق توقيت ما بين البيع والشراء والاستلام والتسلم وعموما حضرتك تقدر تقول اللي بعد ما عديت البضاعة بتاعتك ودخلت تكاونت الانفنتولي نقدر نميز ما بين اربع انواع للبضاعة قلتله مين ومين ومين قال للبضاعة not counted but owned خد بالك بقى يعني ايه يعني ما تعدتش بس بتاعتي انا لما عديت المخزن عديت البضاعة وما لقيتهاش يعني ايه يعني يعني زي ايه يا دكتور يعني بضاعة شريهة والبضاعة انا اشتريتها وبتاعتي وملكي وهي في السكة بس للأسف لسه ما وصلتش يوم ما لجنة الجردة عدت يبقى دي البضاعة دي تعدت مع اللي تعده لا ما تعدتش بس بتاعتي والله العظيم تلزمني يبقى بعد اذنك دي المفروض تعدل واضفها لغاية يوم الجردة البضاعة ما وصلتش يبقى لازم حضرتك نضيفها على رقم الجردة على الكاونتد انفنتوري تمام نضيفها يعني ايه يعني نبلس يهدتك بلس على الكاونتد على الرقم اللي الجردة عملته ماشي طب ايه رأيك لو شرنا ناطل اللي جنب كاونتد دي وقلتلك دي كاونتد بقى اتعدت لكن بط ناطونت يعني ايه بقى ناطونت يعني انا عديت بضاعة بس مش بتاعتي زي التلاتة تمنمية لما قلتلك فيهم بضاعة بتمنمية متباعة ان انا بايع البضاعة للزبون ولغاية يوم الجردة ما طلعتش من المغزن الزبون لسه ما استلمهاش يبقى حضرتك دي المفروض تعدل بها انك تعمل ايه اضيفها ولا اعمل ايه قال لي لأ دي مش بتاعتنا شي لها خصمها بقى من الكاونتد ده يبقى دي لازم نخصمها من رقم الجرد يعني ايه اخصمها يعني امينس يبقى حضرتك هاتمينس الكاونتد اند نات اوند ركز بقى في الكلام قال لي طب ايه رايك بقى لو البضاعة بتاعتي كاونتد اند اوند قلت له يعني ايه بقى كاونتد يعني بضاعة تعدت لجنة الجرد وهي بتاعت تعدتها والبضاعة بتاعتنا ملكنا قلت له طب ما ايه المشكلة ما فيش مشكلة هنا يبقى حضرتك بعد اذنك دي بضاعة بتاعتنا وموجودة يوم الجرد مش محتاج تعديل حضرتك دي ولا هبلس ولا همينس تنساش بقى يبقى الكاونتد اند اوند مش محتاجة تعديل تبص اللي جاية دي ايه رأيك لو نات كاونتد اند نات اوند قال لي الله العظيم تلاتة دي برضو بضاعة ما تعدتش ومش بتاعتنا يبقى حضرتك برضو دي بضاعة ما كانتش بتاعتنا ولا كانت موجودة يوم الجرد ولا تعدت يبقى ايه التعديل اللي انت محتاجه هنا برضو مش محتاج تعديل ونوقف فكت ولا هبلس ولا همينس الله يعني الفكرة كلها سيادتك في كلمة نات دي كلمة نات لو كانت مرة واحدة لازم تعدل لو ولا مرة مفيش تعديل لو مرتين مفيش تعديل خلي بالك الحتتين اللي في نصر الشاشة الاصفر اللي من تحت دول اول ما بنشرح بتفترض حضرتك ان هي حاجات منطقية اللي هو ايه يا دكتور ليه بتأكد علينا الكلام ده حضرتك دول اكتر حاجات بتلغبطك حتة الكاونتد والاوند والنط والنط دول اكتر اتنين على اللغبطوك اللي هم نوقف فكت لانك دايما هتلاقي الترانزاكشن كده ومش محتاجة تعديل وانت زي الشاطر هتروح وكيلها وهتروح معدل حضرتك بتعدل بحاجتين بتبلس مين وبتماينس مين ببلس النات كاونتد بات اوند وبماينس الكاونتد بات نت اوند اوعى تنسى بقى اما لو كاونتد واوند اما لو نط ونط دول مش محتاجين اي تعديل وعموما نقدر نحصر بقى الحاجات اللي هتلعبك في حتة كاونتد واوند والكلام ده في تلات مواضيع ايه هم التلاتة اول حاجة جودز ان ترانزيت يعني ايه يعني البضاعة اللي جاي في السكة يعني حضرتك تشتري بضاعة ويكون البضاعة داية مثلا جايلك من الصين فمع بالما تيجي دا الموضوع في مراكب وفي شهور سيادتك مع بالما البضاعة تيجي خلال وهي في السكة بقى بيبقى لازم حضرتك تبقى عارف مين الليجل طايتل يعني ايه الليجل طايتل يعني مين اللي مسؤول عن البضاعة لانه ممكن وهي في السكة على المركب المركب تغرق المركب تتخطف المركب اي نصيبة مين ساعتها اللي هيحاسب على الليلة هل الباير ولا السيلر وهل انت باير ولا سيلر خلي بالك اه طب يعنينا كده الموضوع بيختلف اه البضاعة وهي في السكة بتبقى ملك طرف من اللي اتنين طب ونعرف ازاي اللي سهلة حضرتك الطرفين هم ادي الباير وادي السيلر مين صاحب العروسة مين صاحب البضاعة اصلا السيلر هو اللي بيتمنها فالسيلر حضرتك بيبقى عنده option من اللي اتنين يقول للباير بقول لك ايه انا هرمي لك البضاعة على باب دكاني على النقطة اللي من عندها الكاريير هيعدت البضاعة عشان ينقلها لك ايه الكاريير ده اللي بينقل يعني اللي بينقل البضاعة فالنقطة اللي عند السيلر دي بنقول عليها الشابينج بوينت لاني دي النقطة اللي بنشحن منها البضاعة اما النقطة اللي البضاعة هتوصل لها جاهة توصل لها بنقول عليها ديستينايشن يبقى انا عندي نقطتين فصاحب العروسة اللي هو السيلر عنده الابشن الاولاني اللي يقول فيه انا بخلي مسؤوليته عن البضاعة دي على باب دكاني عند الشابينج بوينت انا ماليش دعوة بالبضاعة دي وماليش اي علاقة بيها من على باب الدكان وبالتالي مين اللي هيحسب الكارير اللي هيعتق البضاعة ويحسبه الباير والله العظيم هيقول لهم نقل البضاعة ولما تيجي حسبك يبقى كده اللي مسؤول عن النقل في الحالة دي الباير حلو وطبعا بينقل البضاعة من برا لعنده جوه عشان كده ساعد بنقول عليه فريت ان وده بيعتبر جزء من تكلفة البضاعة من ضيفه عليها عشان كده في الاكوازيشن لو تفتكر هتلاقيني كنت بقوله بلاس الفريت ان ده بيعتبر جزء من تكلفة البضاعة علشان لما نيجي نصعرها نبقى عارفين وقف علينا بكام يبقى لو السيلر بيخلي مسؤوليته عن البضاعة على باب دكانه على نقطة الشحن على شبينج بوينت ساعتها حضرتك الليجل تايتل بنباس الليجل تايتل يعني بنعد الليجل تايتل بتبقى مسؤوليت البضاعة عند الباير وهو اللي مسؤول عنها خلال الشحن وبيسميه فريت ان وزي ما اتفقنا بيعتبر جزء من الكوستوف جودز برشيز اما لو السيلر عايز يدلع زباينه فيروح جايقل لهم بقول لكم خليكم معززين مكرمين وانا هوصل البضاعة لغاية بتاعتها انا يا عم هوصل لك البضاعة لغاية عندك ساعتها مين اللي هيحسب الكاريير اللي هيحسب الكاريير للسيلر هيقول له خد فلوسك اهو ويلا توقع الله انقل البضاعة وديها للباير وساعتها السيلر لما يحسب الكاريير بين البضاعة الجوه ولا لبرا لا لبرا يبقى اسمه فريت ايه وهل ده بيعتبر جزء من تكلفة البضاعة والله ابدا ده السيلر بيعمله عشان يبيع اكتر عشان يللع الزباين وزي ما كلنا كده بقينا كسالة ونتصل بالمطاعم ونقول له هات ويقول لك التوصيل مجانا عشان يشجعك اللي هو ايه اطلب انت بس وانجيب لك الحاجة ببلاش طبعا ولا ببلاش ولا نيلة بيبقى محمله لك جوه الحاجة المهم يعني يبقى ده ما يعتبرش جزء من تكلفة البضاعة لا ده بنعتبر operating expense وجرى العرف بقى ان الشروط بتاعت الترانسبورتيشن دي ما تكتبش كده تكتب بشكل مختصر زي اللي هيظهر قدام حضرتك دلوقتي تلاقي مكتوب فوب شيبينج بوينت يعني ايه بقى فوب شيبينج بوينت يعني النقل ده على حساب مين على حساب الباير هو اللي هيحاسب على الفاتورة وهيبقى اسمه ايه هيبقى اسمه free 10 وهيبقى جزء من اما النوع التاني هيبقى اسمه فوب ديستيناشن يعني ايه فوب ديستيناشن يعني المسؤول عن النقل مين السيلر والسيلر ساعتها هو اللي هيحاسب عن النقل وبيبقى اسمه free 10 وبيبقى جزء من operating expense دكتور يعني ايه فوب دي فوب دي يعني free on board يعني ايه free on board يعني السيلر بيقول وبيقول كده ده معناه انا باخلي مسئوليتي ده معناها free on board انا باخلي مسئوليتي عن البضاعة في النقطة الفلانية shaping point or destination باخلي مسئوليتي عن البضاعة في ال shaping point نقطة شحنها او في الفوب destination يبقى free on board معناها ان السيلر بيخلي مسئوليته طبقى دكتور دي مهمة في ايه مهمة جدا علشان دي اللي هنحكم منها البضاعة ond ولا لأ وهي في السكة دي اللي هتحكم لك البضاعة في زمتك ولا لأ ولازم تبقى عارف الشركة بت play and door انت بتلعب دور السيلر ولا الباير ده اول مشكلة المشكلة التانية احنا قلنا ثلاث حاجات المشكلة التانية consignment goods قلتوله ايه بقى consignment goods دي اللي بضعت الامانة زي ما حضرتك شايف يعني ايه يا دكتور يعني بمنطقة البساطة يا حبيبي التوكلات حضرتك ما بتسمعش يقولك ده عنده توكيل تويوتا وده ماسك توكيل شفورلي وده منصور شفورلي ومش عارف ايه يعني ايه يعني ايه الكلام ده منصور اللي واخد توكيل شفورلي هل هو صاحب شركة شفورلي لا هو مجرد فاترينا بيعرض لشفورلي العربيات بتاعته في مصر وبيبيع له وبياخد منه commission بس خلاص كده خلصت الليلة يعني عربيات شفورلي اللي بتبقى موجودة في مصر ولسه ما تبعتش بتبقى ملك مين بتبقى ملك منصور الاجنت الوكيل ولا بتبقى ملك الكونساينر ايه الكونساينر ده الاصيل ده اللي باعت البضاع شركة شفورلي اه بيبقى ملك شركة شفورلي والله الله يبقى حضرتك ده الاسلوب اللي الشركات بتحب تتوسع به بقولك ساعات شركتها هو بتحب تتوسع فبتعمل توكيلات وبيبقى عندك طرفين عندك كونساينر وعندك كونسايني مين الكونساينر ده الاصيل صاحب البضاع الاصلي ومين الكونسايني ده اللي بنبعت له البضاع يبيع بيها فبنبعت له البضاعة ونقول له خد اعرض البضاعة دي عندك وبحها بالسعر الفلاني خد بالك الكونسايني غالبا ما بيبقاش عارف الكوست بتاعت البضاعة بيبقى عارف بس اللي هو السعر اللي يبيع بيه عشان ما يعملش وجايب على افا الكونساينور المهم يعني مش هدخلك في تفاصيل الحتة دي عشان دي فيها شغل كتير انت ما عليك بس غير تعرف حاجة بسيطة هو البضاعة اللي تفضل عند الكونسايني عند الايجنت عند الوكيل لما يفضل عنده بضاعة منصور شوفوا الليه لما يفضل عنده شوية عربيات شوفوا الليه هل دي تظهر في الانفنتولي بتاعه والله لا ولو ظهرت عنده خصمها تخصمها منه وتضيفها عند مين عند الكونساينور بس هو ده اللي يلزمني يبقى البضاعة اللي بتفضل عند الكونسايني وبيعدها بتبقى كاونت ده عنده مش بتاعته فحضرتك لازم تاخد الكوست بتاعت الجودزي دي وديدكت عند الكونسايني وتقاد عند الكونساينور لان هي ملك الكونساينور ومش ملك الكونسايني قلت له جميل مشكلة التالتة قلت دامج جودز البضاعة اللي بازت دلوقتي لو انا عندي بضاعة بازت وانا بعد ولاقيت بضاعة بايزة البضاعة البيزة دي لازم تخصمها لان خلاص دي ما بقتش بس خلي بالك اوعى امين المخزن يأكلك الاوانتة ويقعد يقول لك دي بضاعة بايزة وهي مش بايزة ويروح جاي يشاهلها واخدها مع نفسه كده ويباحها لحسابه خلي بالك والشغل ده موجود في الشركات عشان كده بقول لك البضاعة البيزة دي تمام خصمها بس لازم اللي ياخد القرار ده يبقى حد كبير في الشركة حد مسؤول كبير علشان ما يشتغلناش ويروح جاي واخد البضاعة ويقول عليها بايزة ويباحها لحسابه ويبقى ثلاث حاجات خلي بالك وانت بتحل ان دول اكتر الحاجات اللي هيعملو لنا مشاكل وهيأثروا في حتة الكاونتد والاوند طب ما تيجي نسمي الله بقى كده ونبدأ نشوف كيس تدربك على الحتة دي بشكل اكبر تعالى نشوف بيقولك يبقى احنا عملنا الفيزيكال كاونت ولقينا بضاعة عندنا تحت قدنا عملة 441 الف يعني كل الايتمز اللي جاية دي مش موجودة في الرقم اللي انت عديته يبقى البداية كده حضرتك البداية لان حضرتك هتلاقي الرقم اللي انت عديته ده اكيد فيه اختلاف عن الرقم اللي انت بتمتلكه فانت تبدأ بالكاونتد انفنتوري عن ديسمبر 31st 2023 الفور فور 1000 والمفروض اننا اعدله علشان اوصل للاوند انفنتوري في نفس التاريخ هقوله الاوند ان ديسمبر 31st 2023 يا ترى هيبقى كام هو ده شغلتنا بس كده لان المطلوب منك فعلا اقرأ الانستراكشن تحته بيقولك اللي لسه انا عرفش ايه هنقرأهم كمان شوية calculate the amount that should appear on garza statement of financial position اه 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 ديسمبر 31st 2023 فور انفنتوري قول لي بقى هيظهر بكم في البالانشيت يعني اللي هيظهر في البالانشيت مش الكاونتد لا ادى الاوند فاحنا عايزين نقرأ بقى كل ايتم ونحكم عليه هي نوحها ايه وهنعمل بيها ايه حضرتك دايما شوف هي كاونتد ولا لا يعني هي في الرقم ولا لا هو مبدأين ايهلك كل الارقام اللي جاي دي مش كاونتد ما تعدتش خلاص يعني كل اللي جاي ده not counted من الاخر كده هو حكملك على الارقام اللي جاي من غير ما نقعد نرهق دماغنا هم كلهم not counted لانه ايهلك كده excluded لا تضمن اللي جاي ده خلاص not counted فهده الاعرف بقى لو هي not counted but owned هجمح طب لو not counted و not owned ولك انها موجودة مش هتأثر عندي صحة ولا لا طب يلا بينا نبدأ كده نسمي الله اول واحدة مرشندايز of 61,000 which is held by garza on consignment the consignor is bont bontemps company ايه ده بقى يعني في واحد وستين الف ما عدنا همش اللي بالك ما عدنا همش ازاي يا دكتور ما هو قال لك هو فوق يا ابني تاني انا عاملها لك بالاحمر يعني دول مش موجودين في الرقم الكاونتد ده يعني not counted صح الكلام وفي نفس الوقت البضاعة دي عندنا على سبيل الامانة احنا وكلة لشركة اسمها بونتمس دي الشركة دي بعتلنا البضاعة بحالها فالبضاعة دي تعتبر بالنسبة لنا بتاعتنا ولا مش بتاعتنا والمصحف ما بتاعتنا الله يعني دي بضاعة not counted and not owned يعني not effect داش ولا كإنها موجودة خدت بالك ولا plus ولا minus وقلتلك دول كانوا الاتنين الصفر اللي في نص الشاشة من تحت اهم اللي قلتلك دول ما بيأثروش واكتر حاجة هتلغبطك ان انت تبقى عارف ان البضاعة not counted and not owned وبالتالي not effect ولا محتاجت plus ولا محتاجت minus منها وكذلك counted والowned صحة لا لا يا رب دلوقتي تبقى بانت حتة not counted and not owned لان حضرتك هنا في السؤال بيقولك ان احنا عدينا المخزن ولقينا فيه ربعمية وحطة واربعين الف والكلام ده كان excluded اللي جاي excluded يعني اللي تعد ده اللي جاي ده not counted فانا قلت له not count وكون دي بدعمة سابع عندي على سبيل الكونسايمنت الامانة مش بتاعتي يبقى دي بتاعة الشركة اللي سايبة عندي الكونساينر يبقى انا المفروض do not owned يبقى no effect طب اللي بعده بيقولك merchandise costing 33,000 which was shipped by garza fob destination ركز في الكلام يعني الرقم الربعمية واربعين الف ده مش موجود جوا 33,000 بضاعة الشركة شحنتها شركتنا شركة garza شحنتها وشحنتها بشروط ايه fob destination يعني ايه بقى fob destination يعني هي بتخلي مسئوليتها من البضاعة دي امتى لما توصل للزبون يعني طول ما البضاعة في السكة مسئولية شركتنا شركة garza هي اللي شايلة المسئولية to a customer on December 31st 2023 the customer was expected to receive the merchandise on January 6th 2024 يعني متوقع ان الزبون يوصلوا البضاعة 6-1 طول ما هي في السكة لغاية يوم 6-1 والمصحف still owned by garza still ملك لينة لان لو حصل فيها اي نصيبة مسئوليتنا الله يعني البضاعة دي لما نحب نحكم عليها تتقل عليها ايه بقاها لو جدع sales for destination دي تعتبر not counted but ايه بقا owned وطالما not counted and owned بتاعتنا بس ما تعدتش لان هي كانت طلعت من المخزن طلعت من المخزن يوم 1-30 فلاجمة الجرد وهي بتعد ما لقتهاش بس رغم انها ما تعدتش بس لسه في زمتنا والله العظيم وطالما في زمتنا لغاية يوم 1-30-12 يبقى بعد اذنك هنضفها هنقادر رقم ده عشان كده روح تجامع الثلاثة وتلاتين الف ونشوف اللي بعدها رقم تلاتة بيقولك مرشندايز costing 46,000 which was shaped by Garza فوب شابينج المرة دي بقى فوب شابينج بوينج بيعين بضاعة برضو بس المرة دي بنقول للراجل هنسلمها لك على باب دكانة to a customer on December 29 يوم التسعة وعشرين فاحنا بنقول للراجل المفروض ييجي يستلمها ماشي the customer was scheduled to receive the merchandise on January 20 January 2nd 2024 بالراحة بقى كده يبقى أنا هنا بايع بضاعة برضو وبايع بضاعة وما تعدتش خلي بالك exclude ما احنا قلنا كل ده يعتبر not counted ماشي exclude يعني ما تعدتش يعني not counted وكنا ما تعدتش أبدأ أسأل نفسي بيطر البضاعة دي ملكي ولا لأ هو أنا بايح على الزبون بقانهي شروط فوب شابينج بوينت الله يعني من يوم ما طلعت هلوم المخزن أنا ليش علاقة بالبضاعة انتهت علاقتي بالبضاعة يعني من يوم تسعة وعشرين البضاعة دي مش ملكي يعني المفروض تظهر في الانفنتوري بتاع واحد تلاتين اتناشر السنة دي والله أبدا مش بتاعتي يعني دي تقال عليها not counted and not وليه بقى عشان دي سيلز بس المرة دي فوب ما لها شابينج بوينت يبقى السيلز فوب شابينج بوينت دي بتبقى not counted and not owned والمفروض no effect ولا با بلاس ولا با باينس نمبر فور تعال نعكس بقى بدل سيلز سيلز تعال نشو برشيز بقولك مانشان دايز costing 73,000 شاب دي باي a vendor اه سبلاير بقى بنشتري منه وفوب destination يعني البضاعة في زمة السبلاير طول ما هي في السكة اقسم بالله on December 30 2023 and they received by Garza on January 4 2024 اه في بضاعة اشتريناها من عند vendor واتفقنا معاها ان هي فوب destination يعني طول ما هي في السكة مسئوليت ومش مسئوليتي يعني بالنسبة لي البضاعة دي ond ولا not owned not owned طول ما هي في السكة not owned تبقى ond امتى لما استلم وانا استلمت امتى استلمت في 4 واحد اللا يعني لغاية يوم 31-12 دا اللي يهمني لغاية اخر السنة دي البضاعة دي كانت بالنسبة لي ond ولا not owned not owned وكنها ما وصلتش لغاية التاريخ ده counted ولا not counted والله not counted الله يعني رقم اربعة دي not counted and not owned وبالتالي no effect شفت الno effect هم اللي اكتر خدت بلك ام الرقم خمسة بقى merchandise costing 51,000 shipped by a vendor fop shipping point المرة دي on December 31-2023 and received by Garza on January 5-2024 يلا اللي مركز بقى يعرف يجيبها مرة دي اشترينا بضاعة ومتفقين ان هي الشروط بتاعتها fop shipping point يعني السيلة الرميل البضاعة على باب دكانه واشتريت منه يوم 1-32-12 يبقى من اليوم دا البضاعة ملكي ضال عظيم لان انا اللي مسؤول عن نقلها من يوم 1-32-12 البضاعة في زمتي بقت البضاعة بالنسبة لي owned طب owned يا ترى بقى counted يعني وصلت وتعدت قبل 1-32-12 لا للأسف لانه وصلت يوم 5-1 يبقى البضاعة بالنسبة لي not counted but a owned وطالما not counted but owned يبقى جمعها سيادتك يبقى نجمع ال 51000 مع ال 33000 على ال 441000 اللي موجودين في الاول عشان يطلع لك 525 اقول له مبروك هو ده الانفنتوري ال owned اللي مست بي appeared in بالانشيت طب ما تيجي ناخد كمان مسال على الحتة دي عشان مهمة وجديدة يالله بينا بقول لك ورح مدي لك شوية المعلومات دي بقول لك worth uses the periodic method of recording inventory and the physical count reveals 234,890 of inventory on hand at December 31st 2023 ان اكتشفنا ان لما عملنا عدل المغزن لقينا موجود جواه 234,890 وبعد اذنك determine the proper inventory balance for worth company at December 31st 2023 ودي اعتقد خلاص بقيت عارف اللعبة ماشية ازاي ان انا ببدأ بالcounted inventory الرقم الجيفن اللي في البداية وهبدأ اقرى ال information وعدل واحدة واحدة حسب هي ايه ونوحة ايه طب نبدأ اول transaction بيقول لك not included in the physical count يعني not counted هو حكم لك not included in the physical count of inventory عشر تلف ربو مائة وعشرين of merchandise purchased on December 15 from browser this merchandise was shaped the foping shipping point احنا بنشتري احنا هنا بنلعب دور الباير ها احنا بنشتري واحنا بنشتري كانت الشروط shipping point shipping point يعني ايه يعني من ساعة ما اشترينا البضاعة في زمتنا البضاعة دي owned بالنسبة لنا owned بالنسبة لنا من يوم 15-12 owned and not counted تعمل ايه حضرتك تجمع على طول فوب shipping point on December 29 and arrived in January استلمناه في January the invoice arrived and was recorded on December 31 سيبك من ال invoice والrecordation انا المهمة عندي هنا انا تعديلي هيبقى طالما البضاعة انا باشتريها وانا هنا بلعب دور الباير والنقل كان shipping point يعني هي في زمتي من ساعة ما اشتريتها طول ما هي في السكة بتاعتي نقلتها امتى من يوم 29-12 تخص السنة دي تخص الانفنتوري اللي هيظهر في 31-12 owned يا ترى بقى تعدت ولا لا هو بدأ الكلام قالك not included يعني not counted يبقى دي not counted but owned اجمعها 10,420 اللي بعده بيقولك included يعني counted خلي بالك ما من الكلام ها included in inventory is merchandise sold to puppy on December 30 for destination خلي بالك بقى هي تعدت اه بس خلي بالك ان هي for destination يعني طول ما هي في السكة في زمتنا this merchandise was shipped after it was counted بيأكد الكلام هو بعتناها بعد ما تعدت يعني هي counted the invoice was prepared and recorded as a sale on account for 12800 ما يهمناش رقم السيل ايه وعا يلعب معاك احنا هنا بنعد ال inventory يعني بال cost on December 31 and the merchandise cost 7350 دي اللي تهمنا and the puppy received it on January 3 حلو يا ترى بقى ال cost دي ال cost 7350 دي اجمحها ولا ترحها ولا نو effect عشان اعرف هي counted ولا لا accounted طب هي بالنسبة لي لغاية يوم 31 12 ده التاريخ اللي احنا بنحكم عنده لغاية يوم 31 12 السنة دي البضاعة دي كانت بالنسبة لي und ولا لأ والله العظيم und und اه والله رغم ان انا بايحها طب ليه يا دكتور قلت und لان نقل كان وب destination وهي وصلت للزبون في 31 يعني لغاية يوم 31 12 كانت في زمتي تظهر في دفاتري كان اي خربوش في البضاعة دي الزمني عشان كده حضرتك دي اتحكم عليها النهى und and counted وبالتالي no effect يعني حتى الرقم بتاع الكوست ده لوش اي تأثير عندي اللي بعده بيقولك included in inventory included يعني counted was merchandise received from dudley on December 31st with an invoice price 15630 the merchandise was shipped from destination and the invoice which has not yet arrived has not been recorded دي حلوة دي حلوة قوي بقى لو حضرتك تركز معايا مبدئيا included يعني ايه يعني counted تعالى بقى ايه عشان ما انتوش كده انا لو ما كانك هنكتب كده واحدة واحدة دي counted inventory was merchandise received from dudley on December 31st received استلمناها خلاص استلمناها على فكرة with an invoice price 15300 دي بضاعة استلمناها ومكلف انا كذا والmerchandise was shipped for destination حبيبي ما خلاص وصلت انت هتوجع دماغك ليه بقى بالشروط الشروط دي كانت تلزمني لو البضاعة لسه ما وصلتش كنت اعدى اقول اه لا دي ساعتها تبقى لسه بزمة السيلر لكن هي وصلت وصلت وانت استلمت وعندك لجنة بتاعت لجنة الاستلام دي بنقول عليها receiving committee receiving committee دي استلمت البضاعة وعدت وستفت وخزانت الله يعني البضاعة دخلت وتعدت وملكك خلاص بقى انت هتقول لي fob destination يبقى في ملك السيلر الكلام ده وهي في السكة الله يعني دي يتقال عليها counted and a الله العظيم owned owned اوعا اوعا نغفلك في الكلام يبقى دي purchases received and included استلمتها وتعدت counted and owned no effect شقولتلك دول اكتر حاجات بيبقى فيهم تشغيل مخ رقم 4 not included يعني not counted بس خد بالك بس خد بالك هي owned 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 للسنة دي لان انت استلمتها في 1-312 استلمتها خلاص ايا كان بقى شروط النقل كانت ايه مش هتفرق معك لانك كنت استلمت البضاعة خلاص دي في زمتك ملكك والإنفويس was received and recorded on December 30 البضاعة روح تجامع 8540 اللي بعده بيقولك included in inventory يعني counted 10,438 of inventory held by worth on consignment from jackel industry يبقى شركتنا شركة ويرث دي عندها بدعب 10,438 كانت في المخزن بس على سبيل الامانة في وكيل اسمه jackel دي بعتلنا البضاعة بحالها الله لا شيلها بقى مش بتاعتنا دي ما تلزمناش decounted but not owned يبقى goods held in consignment decounted but not owned يبقى مصتي بايه deducted لازم نطرحها بال10,483 رقم 6 بيقولك included in inventory يعني counted is merchandise sold to seems for shipping point بيعين بضاعة بقى المرة دي احنا بنبيع المرة دي احنا seller بيعين بضاعة لحد اسمه ومتفقين معاه ان هي فوب shipping point يعني انا هاخلي مسئوليتي من البضاعة دي على باب محلي على باب دكاني برميله البضاعة على باب الدكان واقول له عيش شيل يلا يبقى انا كده طلعت البضاعة من زمتي at shipping point this merchandise was shipped after it was counted يعني اتشحنت بعد ما اتعدت يعني للأسف البضاعة دي counted counted يعني ايه يعني جوه الرقم ده هي موجودة جوه الرقم ده counted معدودة ولكن هل هي بتعتبر milky owned ولا لأ لأ والله لان من يوم ما بعت خلاص البضاعة دي خرجت من زمتي طب بكم بقى هتدي لك رقمين selling price والكوست هتشتغل بأني كوست لان ده الانفنتوري الانفنتوري كله بالكوست بيقولك 18900 ده selling price on december 31st and the cost of this merchandise was 11520 خلى بقى لك الكوست هيا 11520 دي اللي انا هعدل بيها اعدل بيها اعمل ايه بقى البضاعة دي مش counted وانت لسه قيل لان انت بايحها بشروط يبقى حضرتك تقول لي البضاعة لازم اخصم البضاعة دي تواشيلها من الرقم بالكوست بال 11520 اخر عملية رقم 7 يعني لا تتضمن ها from the inventory was a cartoon labeled please accept for credit كارتونة كده مكتوب عليها اقبلها على الحساب ايه الكارتونة دي this cartoon contain merchandise costing 1500 which had been sold to a customer كنا بيعينها لزبون for 2600 سيبك من 2600 سعر البيع احنا هناش شغلنا بالكوست كله عشان ده inventory بيقولك no entry had been made to the box to reflect the return اه دي بضاعة كنا بيعينها ورجعت بضاعة رجعت وكنا بيعينها ورجعت وموجودة في المغزن يعني خلاص احنا استقلمناها وقابلناها من الزبون بيقولك but entry had been made to the box to reflect the return اه لا انا عاريت السطر ده تاني سوري no entry had been made to the box to reflect the return but none of the returned merchandise seemed damaged يعني مفهمش حاجة بايزة احنا قابلناهم خلاص احنا قابلناهم طالما قابلناهم في زمتك owned وكنهم excluded ركز في الكلام excluded يعني دول دول counted ولا not counted والله not counted يعني owned وnot counted اه والله sales return وaccepted وانت قابلهم وowned بقهم في زمتك بس انت ما عدتهمش وطالما ما عدتهمش لجنة الجرد لما شافت مكتوب عليهم accept for credit افتكرت ان دي return والreturn ما يتعدش لا يا خويا في زمتنا طالما احنا قابلناهم يبقى حضرتك نجمحهم وهنجمحها بالcost مش بالselling price اللي هي كانت 1500 كالكوليتور الجميل بتاعك وتحط اللي بقى كل الارقام دي على الكالكوليتور وتجمع وتطرح عشان يطلع الرقم الowned بتاع الانفنتوري 233392 اهو ده اللي must appear in must be appeared in the balance sheet يبقى مشكلة الcounted والowned والphysical counted دي حتة جديدة ومهمة وده نحلت عليها مسألتين كبار ولما نيجي اسئلة الامسي كيوز ان شاء الله برضو نتضرب عليها وورا ليك بتيجي ازاي طبعا بتيجي كيس واحدة او اتنين من دول ونبدأ نديلك الرقم بتاع الكاونتد وشوف حضرتك هتعدل ازاي جميل وتحسب لنا الرقم الowned او الجديد حتة كمان عايزين نخلص منها هنا حتة الدسكاونت لان حضرتك قريدي عارفها لو انت شاطر ومذاكر بورايا اول بول هتعرف لما خدنا الريسيفابل ان في نوعين للدسكاونت trade discount ده اللي ليه طريقتين الجراس والنت method الكلام ده كان في السيلز هيمشي هنا كمان في البرشيز اه نفس الكلام اللي بيشتري برضو عنده طريقتين هيسجل بالجراس يا اما بالمثل انا خدت نفس المثال حتى وروح تعايده بس قلت حلهولك بقى من وجهة نظر اللي بيشتري assume that on january first year one مصطفى كامبري برشيز ده بقى بدل sold كانت هناك sold اركع جدا الفيديو الرسيبابل حتلايا كانت sold والله برشيز ده مرشنضايز جود وذلست price 25 and 0 3 0 are omitted from vendor with trading discount 20% and the credit term 5 10 and 30 record this transaction under gross and net method if مصطفى paid بندفع بقى بندفع المرات دي مش بنقبض among you in full on january 8th and january 15 assuming that مصطفى maintain periodic system لو احنا بنشتغل بالperiodic قلتله اول حاجة trading discount نخصمه ونجيب الرقم net of trading discount بيننا اقول 25 20 منها 25 في 200 او اضربها في complimentary طالع لعشرين العشرين دي بقى تعالى نبدأ نشتغل بيها طريقتين يا اما gross يا اما net gross method هبدأ في يوم purchasing يوم ما اشتريت اشتريت يا ترى انكاش ولا on account عيب عليك تسأل السؤال ده وانت شايف credit term دي credit term دي معناها انت اشتريت on account يبقى entry بتاعك طالما شغالين periodic اوعد جيب سيرة inventory هقول والله وحطها بال20 كاملة عشان نشغل بال gross طب لما نجي ندفع لو دفعنا يوم 8 واحد يعني يبقى حلال علينا وال discount هنا يقللك من كاش يبقى العشرين اللي هنخصمهم 5% من العشرين عاملين 1 دولار يعني كده اللي دفعنا 19 يبقى والله اللي علي للا accounts payable مع انت لما بتشتري بيبقى دين عليك accounts payable وزاد يوم ما اشتريت لما تدفع يقل اللي عليك يقل يبقى للا accounts payable قلت بقى دبت بعشرين واللي دفعته مش عشرين 19 بس لان في discount اسمه purchase discount ب 1 دولار اما لو حضرتك دفعت after discount period يعني مثلا يوم 15 مفيش ولا مليم هيتخصم وتدفع العشرين كاملة وال purchase discount ده هيختفي تماما ويبقى accounts payable debit وال cash credit بال 20 اما لو انت شغال بالnet method من البداية وبتنت بتاعتك من البداية وتقول لي العشرين دول بقى انا هشيل منهم الخمسة في المية بتقول credit term دول دلوقتي من يوم ما اشتريت دول بقى هنريكورد بيهم عملية purchase نفسها ويبقى purchase debit وال account payable credit بال19 net عشان كده اسمها net method طب والnet ديت لو جيت دفعت بقى discount period اللي حضرتك ساعتها حلل عليك discount وفعلا اللي انت كنت عامل حساب ولاقيته واني انت تدفع فعلا التسعتاشر ويبقى account payable debit والعشرين دول عبارة عن 19 انت مسجلهم عليك وواحد انت ضيعته بخبتك الواحد اللي انت ضيعته بخبتك ده كأن loss كأن حاجة وحشة كأن expense هيظهر معك في debit عشان كده بص 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 والله العظيم اللي يقارن كده عشان تقارن ويبقى لما وضوح حلو هتلاقي دي كأن بصص في مراية من عند السيلز بص على السيلز كده في الريسيفبل والله العظيم عكسها هتلاقي هناك كان اسمه سيلز ديسكاونت فورفيتد وكان كريدت هنا برشيس ديسكاونت لوست ضيعته وده ديبت لان انا بضيعه وبدفع العشرين كاملة تلو جميل الكلام طب هنا ديشا كان بيشتغل بأني كان بيشتغل بالبريريوديك سيستم مصطفى كان بيشتغل ببريريوديك سيستم طب اي رأيوك شاباب بدل برييوديك لو خليتها بربيتشول كان ايه اللي هيحصل بدل برشيز دي كانت هتبقى انفنتوري بدل برشيز ديسكاونت ده كان هيبقى انفنتوري هنا كمان بدل برشيز انفنتوري وهنا مفيش برشيز ديسكاونت يبقى بدل برشيز والبرشيز ديسكاونت كنت هبدلهم وحط مكانهم انفنتوري حدا يقولي طب بدل برشيز ديسكاونت لوس تنحط انفنتوري لا لا ما نحطش هنا انفنتوري لاني ده ده بيعتبر بنقول عليه ما علينا من تصنيفه دي حاجات شوية ما لكش دعوة بيها طب ما تيجي نشوف مثال كمان عشان ندرب نفسنا على حتة ديسكاونت دي ما عنا هي هبلا يعني بيقولي بريزنتد بلو ار ترانزاكشن ريليتد تو قولين انكوربريشن بيقولي ماي 10 برشيز ديسكاونت بلد ات 20,000 سبجيكت تو كاش ديسكاونت ترم 210 ويبدأ يديني كازا ترانزاكشن ومطلوب مني اول حاجة اپريبير جورنال انترس فور زي مولتلك ده بنعتبره مصروف تمويني مصروف من المصروفات اللي بتمول شغلنا يعني طب لما نيجي الريكولد بالنت هو الترانزاكشن كانت بكم كانت ب20,000 20,000 والشروط كان فيها الدسكاونت كم في المية 2% يبقى عشان نتت ال20,000 هضرب ال20,000 في 98 هيطلع 19,600 اهو ممتاز على افتراض ان احنا شغالين بريوديك يعني ميش الترانزاكشن اللي بعد بيقول لي مي 11 بقى برشيز جودز بيلد 15,000 سبجك تو ترم 1,15 in 30 يبقى الدسكاونت المرة دي 1% والقيمة كانت 15,000 يبقى برضو لما نشتري المرة دي واشترينا طبعا ان اكاونت عشان فيه كريدت هنعمل نفس الانتري بس الفاليو مختلفة هقول له اللي في 11,11 هيبقى 15,000 مضروبة 99% طلعت 14,850 وابرشيز ديبت اكاونت بي بالكريدت ممتاز 19,5 بيد امفويس بتاعت ماي 10 خلي بالك الامفويس بتاعت 10 مايو دفعناها هو 10 مايو كان عليك كام مش كان علينا 19,600 طيب 10 مايو لما ندفعهم يوم 19 مايو والشروط كانت 10 يبقى احنا كده تمام دفعنا دفعنا 10 مايو لما ندفع يوم 19 يعني دفعهم بعدها بتسعة تيام والمهل 10 يبقى حلال علينا الدسكاونت اللي احنا اصلا من التتين ومن الاول يبقى ندفع على طول ونقول اكاونت بي بالديبت والكاش كريدت اما الترانزاكشن نمبر فور بقولك طيب ماي 24 برشيز جودز بيلد ات 11 500 سبجك توكاش ديسكاونت تو 10 30 ايه ده بقى ده احنا اشترينا شروع جديدة يوم 24 5 و 11 1500 وعشان احنا من الاول شغالين بالنت ميثود يبقى برضو 11 1500 دول لما هنريكورد نت اوف الدسكاونت اللي كان كام هنا 2 في المية يعني هضرب 11 واعمل نفس الانت بتاع البرشيز ديبت والاكاونت بيابل كريدت عشان كده جيت اهو 24 5 وعملت نفس الانت بكام 11 1500 متنتت بالضرب في 98% الريكورد التاني بيقول لي 10 اهو 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 بقى حضرتك فيه بيعة هنا تمت تسعتاشر خمسة اللي يركز كده البيعة بتاعة اه السوري الشروة بتاعة التسعتاشر خمسة دي لا بتاعت 11 خمسة بتاعت 11 خمسة الشروة دي كانت الشروط بتاعتها كانت ب15 ألف وكانت الشروط بتاعتها 1% خلال كم يوم 15 يوم طبال15 يوم بتطعهم عدوا وما اتدفعوش اللي اتدفع الشروة اللي قبلها لكن دي ما اتدفعتش حد يا يقول لي طب وبتاعت دي كمان ما اتدفعتش ايوה بس دي لسه المهلة بتاعتها 10 ايام العشر تيام عدى منهم ست تيام فلسه فيه اربع تيام في السنة الجديدة بالنسبة بقى للي مهلتها خلصت والسنة خلصت وإحنا لسه خايبين ما دفعناش البرشيز ديسكاونت بتاعها ضع علينا وعشان إحنا شغالين منتتين الرقم من الأول فبعد إذنك البرشيز ديسكاونت ده لازم تسجله وتعليه على يعني يا دكتور يعني أقول له والله الخمستاشر ألف الواحد في المية بتاعتهم كانت مية وخمسين اللي انت مخصمها مية وخمسين دي انت مخصمها مية وخمسين دي بعد إذنك ردها تاني للأكاونت بي علشان ده فترك تبقى بتاعرض معلوماتك بصدق أيوة شغل الكونسبش والفريمورك نقول بقى الصدق عندنا ان خلاص طالما المهلة عدت لما علش الرجع بقى المية وخمسين دول نعليهم على الأكاونت بي بالتاني عشان كده بقولك في مية وخمسين لازم نعليهم طب ما كمان مثال عشان نقفل الحتة دي خالص تعالى بيقولك هونو ديت ولا مش عارف ايه ما علينا هنشتغل أرقام زي ما هي انت عايز مني بقى عشان نشتغل بالغراس ميثود حضرتك هنبدأ أول حاجة نفسها اللي كانت بتولف ثاوزن بس خلي بالك كان فيها تين برسنت تريد دي سكاونت يبقى نشيلهم على طول نشيل الف ومتين من دول يبقى عشرة تمنمية هريكورد بالعشرة تمنمية وانتهينا هريكورد بقى انكاش ولا اون اكاونت فاندم امال دول وقفين ايه وقفين ايه دول او انت تلاتة خمستاشر اني سكستي يعني لازم ندفع خلال شهرين ولو دفعنا خلال خمستاشر يوم هناخد خصم تلاتة في المية يبقى الريكورد العملية اون اكاونت ويبقى الامفنتوري دابت ليه دكتور قلت امفنتوري لان انا شغال ايه هنا شغال ايه يا ابني شغال بربتشول يبقى امفنتوري دابت ومين كريدت اكاونت سبيبل الكلام ده بكام بالنت اوف تريدين ديسكاونت بعد كده كان ايلك ان فيه بضاعة كمان ريجعت والبضاعة اللي ريجعت ديت بتلات تلف ده السعر الفاتورة ده الجروس برايس بيفور تريد او كاش ديسكاونت قبل ما نشيل منه اي ديسكاونت طب خلاص يبقى بعد اذنك اللي رجع كمان يرجع متنتت من التريد ديسكاونت يبقى هضربه في تسعين المية هتطلع 2700 ولما بضاعة ترجع ده يزود الانفنتوري ولا يقلل ويقلل دي بضاعة نشتريتها وبرجحها يبقى سحبتها من مخزن وبرجحها للفندر يبقى حضرتك هنا هنعمل انتري عكس ده تماما نجيب عليه وطيقة هو وروح تجاي يقايل اكاونت بي بالديبت والانفنتوري كريدت ب 2700 طب بعد ما رجعت البضاعة كده الاكاونت بي بالليوم كان في زمتي الله العظيم اللي مركز 10800 لما نشين منهم 2700 هيطلع ان الناس دول ليهم في زمتي دلوقتي 8100 تاني تاني جبتها ازاي دكتور 8100 10800 ناقص 2700 هي ايه ال 2700 دي دي الريتير دكتور مش الريتير كان 3000 حبيبي ما احنا نتتناها من التريد ديسكاونت الناس يقول لأي تريد ديسكاونت كان 10% جميل طب الناس بقى اللي يوم عندي 800 100 دفعنا لهم امتى قالك دفعنا يوم 13 13 دو تنلحق الخصم ولا لا والله الخصم كان من يوم واحد وعندك مولة 15 يوم يعني لغاية يوم 15 ده الديدلاين بتاعك وانت هنا دفع يوم 13 قبل الديدلاين يبقى حلال عليك الديسكاونت طب الديسكاونت بتاعي كان بقى على 800 الديسكاونت بتاعي يتحسب على 800 اللي علي هندفع يعني اكاونت بيابل هيقل والكاش كمان هتقل تبقى كريدت بس مش هتقل الكاش بال800 اما تقل بقى اقل شوية لان في حتة ديسكاونت بنسبة كم في المية 3% عشان كده الانتري قلت له يوم البيمنت الاكاونت بيابل هتقل بال800 اللي علينا والانفنتوري هيقل بالديسكاونت اللي ده هيوفر في تكلفة البضاعة والكاش هجيبها ازا كومبليمنتري جبتها ازا كومبليمنتري طب الديسكاونت جبته ازاي العشرة 800 ناقص 2700 ده ربطها في الديسكاونت اللي هو كان 3% ممتاز الكلام ده كله بأسيومنج ان احنا شغالين ايه امان لو اشتغلنا بريودك كان ايه لا يختلف او بقولك بعد اذنك اشتغل نفس الكلام واشتغل برضو بس بريودك العظيم بريودك بدل الانفنتري دي تبقى برشيز بدل الانفنتري دي تبقى برشز لس yahoo بدل الانفنت�� دي تبقى برشز ديسكاونت بس كل حاجة باسمها يبقى حضرتك او في البيضيك انا عملت برشز برشز لس لاند برشز لس يا ده حضرتك شفت معايا كمان حتة ديسكاونت وحتت مهمين جدا عشان هتشوف في فيديو بتاع الاسئلة ان عليهم اسئلة كتير وبكده ننتقل للنقطة الرابعة بقى اللي هي ايه بس قبل الرابعة لقيت سؤال هنا بيقولك لو هنشتغل بالنت ميثود هتسجل بكم سهلا حبيبي النت ميثود هتسجل العشرة 800 اللي هي ايه افتر التريد ديسكاونت واشيل منها كمان الثلاثة في المية وهو احد هنا يتحنطق ويقول لي طب ما نشيل 13 في المية مرة واحدة لا يا حبيبي التلاثة في المية دي بتتحسب على العشرة تمنمية مش على الاثنشر الف تاني تاني يعني يا دكتور يعني تحسبها بالراحة كده تقول لي لست برايس 12 الف هشيل منها العشرة في المية الاول التريد ديسكاونت طلع 1200 طلع لي 10800 العشرة 800 دول احسب عليهم 3% اللي طلعت 324 ويبقى 10476 ده اللي هيتسجل في النت method بس يبقى دي طريقة حلوة للسؤال لو حبينا نسألك في حتة النت price يبقى عامل كامل كده النقطة الثالثة خلصت عشان نبقى بس ايه ما تهناش احنا في الintroduction شفنا الacquisition وشفنا الrecording system perpetual and periodic ودلوقتي شفنا النقطة الثالثة الفيزيكال كاونت وحتة الكاونت والقونت وشفنا كمان مع الديسكاونت والديسكاونت دي حتة مش جديدة دي شبه اللي موجودة في السيلز عايزين ننتقل بقى للنقطة الرابعة الcoast flow method خليها برضو فيديو